اتعرفنا سابقا على الطلاعيات الشبيهة بالنباتات وعرفنا انه متعارف عليها باسم الطحالب تعرفنا على اهم خصائصها وعلى بعض الامثلة اللي بتضمها كمان اتعرفنا انه الطحالب لها الوان متعددة ففي عنا طحالب لونها اخضر، طحالب حمراء، طحالب منية وكمان اعرفنا انه الطحالب ممكن تكون وحيدة خلية او متعددة خلايا فطولها ممكن يوصل لعدة امتار هالمرة رح نحكي عن اهمية الطحالب في حياة الكائنات الحية البحرية وكمان في حياتنا احنا كبشر الطحالب بتقوم في عملية البناء الضوئي فهي بتلعب دور اساسي ومهم في حياة الكائنات الحية البحرية زيها زي النباتات على الارض هي اللي بتوفر لهم الاكسوجيم وكمان بتوفر لهم خلال عملية البناء الضوئي الكاربوهيدرات المهمة للكائنات الحية البحرية كمان تعد الطحالب المنتج الاساسي في سلسلة الغذائية للكائنات الحية اللي بتعيش في البحار والمحيطات وبيعتمدوا عليها في الغذاء الاسماك الصغيرة والعوالق وهيك ما يكون عرفنا شوي عن اهمية الطحالب للكائنات الحية البحرية طيب شو اهميتها لإلنا؟ في دراسات بتبين انه ممكن نستخدم الطحالب كمصدر للوقود الحيوي يعني منتخيلين انه احنا بإمكاننا نستغني عن الوقود الأحفوري اللي بسبب لنا تلوث ومشاكل صحية وكمان بيحتاج لملايين السنين لحتى يتكون ببديل رح يقلل عنا التلوث اللي بيسببه الوقود الأحفوري وكمان في دراسات تانية بتبين انه في المستقبل عدد البشر رح يزيد بشكل كتير كبير فرح نحتاج لغذاء يكفي هذا العدد الكبير ففي دراسات تحكي انه رح نستخدم الطحالب كمصدر أساسي للغذاء عشان يكفي العدد الكبير اللي رح يكون وصل لإله البشر في المستقبل والطحالب أساسا موجودة في غذاءنا من هلا ففيه أكلة كتير مشهورة موجودة فيها الطحالب وهي السوشي والطحالب كمان بتلعب دور في الاقتصاد فإحنا منستخدم الطحالب في صناعة بعض المنتجات مثل البيوتينات والمكملات الغذائية اللي بنستخدمها لتجنب بعض المشاكل الصحية هيك عرفنا أهمية الطحالب في حياة الكائنات الحية البحرية وكمان في حياة الإنسان ترجمة نانسي قنقر